وبالشأن تداعية جائحة قالت وزارة الصحة إن العراق وضع خطة لتلقيح كل من تجاوز عمره 18 عاما خلال نهاية العام الحالي بالغ عددهما نحو نصف السكان وفق بيانات وزارة تخطيطة المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أضاف في تصريح صحفي أن السلطات الصحية قرر تمديد الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية اللقاح فايزر المضاد لكورونا من ثلاثة إلى ثمانية أسابيع ذلك لأسباب علمية مبينا أن التمديد جاء بناء على معطيات بأنها تمنح قدرة مناعية أفضل عما كانت عليه لثلاثة أسابيع يأتي ذلك في وقت تلقى أكثر من 120 ألفا اللقاح خلال 24 ساعة الماضية حسب وزارة الصحة فيما أعلنت إصابة نحو 7 ألاف بكورونا يقابلها 56 حالة وفات